تابعت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة زياراتها التفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وقد قام مفتش قسم مراقبة الأغذية يوم أمس بزيارة تفتيشية شملت 220 مطعما ومقهى يقدم أطعمة ومشروبات تم خلالها غلق مطعمين غلقا إداريا لمدة أسبوع ومخالفة 35 منها حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية تأتي هذه الزيارات في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية التي تهدف للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقرارات الأخيرة المنصوص عليها حيث شملت هذه الزيارات 220 مطعما ومقهى في مختلف المحافظات ودعت الوزارة الجميع إلى مواصلة الالتزام وتحلي بروح المسئولية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم مرصدها